تراهن الإدارات الأمريكية المتعاقبة في سياساتها الشرق أوسطية على أن يصلح الاقتصاد ما أفسدته السياسة رهان تجلى واضحا في الحديث عن صفقة القرن إبان إدارة دونالد ترامب ثم ها هو يتجلى مجددا عبر اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي الاتفاق في رأي كثيرين قد يمثل طوقنجات للاقتصاد اللبناني المتهاوي الذي تبلغ مديونيته ما يقارب أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي إذ يمكن الاتفاق لبنان من الاستفادة من ثرواته في البحر المتوسط من النفط والغاز الذي تصل تقديرات الاحتياطي منه إلى 25 تريليون قدم مكعب وإن كانت تلك الاستفادة لن تكون قبل نحو أربعة أعوام يتم خلالها التنقيب وإعداد البنية التحتية للإنتاج غير أن للاتفاق بين لبنان وإسرائيل أبعادا أخرى إذ أنه على الرغم من أن التوقيع يجري عبر الوسيط الأمريكي دون لقاء مباشر بين اللبنانيين والإسرائيليين إلا أن محللين يرون في الاتفاق تمهيدا لما يمكن وصفه بتطبيع للعلاقات بين الجانبين فهو إلى جانب منافعه الاقتصادية لإسرائيل يمثل تأمينا لحقول الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط إذ أن حزب الله اللبناني المشارك في الحكومة قد وافق على الاتفاق وشارك في إنجازه وبالتالي سيحرص على عدم خرقه بتنفيذ أي هجوم ضد الحقول الإسرائيلية مستقبلا تطور الدور الإقليمي لحزب الله اللبناني وتحوله من حركة مقاومة لبنانية إلى ذراع ميليشيوي لإيران في الشرق العربي بحسب مراقبين يبدو أن له بالغ الأثر فيما يجري إذ أن فكرة التعايش مع الكيان الصهيوني عبر هدنة طويلة الأمد باتت مطروحة بقوة في سياق الملفات التي تتنافس فيها إيران مع الولايات المتحدة في المنطقة من هنا فإن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ربما يكون مقدمة لاتفاقات أخرى في المنطقة قد ترى اليوم مستحيلة إلا أن الضرورة وحسابات البقاء السياسي قد تفرضها في مرحلة لاحقة